على المرأة إذن هذا المعامل فيما يخص الآن انعقاد المجلس الولاي الموسع تجمعات الوطني الديمقراطية لولاية البوليدا هذا دخل في التنظيم الذي يقوم به بتعليمات المكتب الوطني للحزب تحت قيادة البروفيسور مصطفى يحي الذي أعطى تعليمات كل ولايات لعقد مجلس الولاي موسع لكل إطارات الحزب ومنتخبه من جانب وهذا بعد تصريح الانتخابات الرئاسية المسبقة التي تكون في 7 سبتمبر 2024 وهذا لتجنيد كل قواعد الحزب النظالية وفي نفس الوقت تكون عن شكل مناقشة مناقشة كل إنشغالات الإطارات والمنتخبين فيما يخص التنوية المحلية في الولاية وفي نفس الوقت توجيه تعليمات لتحفيز الناس والتعبئة المواطنين والمناظرين للتحضير لهذه الحملة الانتخابية فيما يخص ولاية المولايدة كانت منذ شهر ديسمبر كنا قمنا بمجلس الولائي أسسنا مجلس الولائي لولاية المولايدة هناك عمل في البلديات وينتظرون عمل آخر في بلدي الأخرى وكان التحاق كبير لعدة منتخبين من أعضاء مجلس الشعبي الولائي ومجالس الشعبية البلدية حتى رؤساء بلديات مجلس التحق بالتجمع الدموقاتية لولاية المولايدة وحتى الآن هناك قاعدة من المؤسسين إلى المناظرين الشباب واليوم في نفس الوقت يكون تنصيب اللجنة الولائية للمرأة اليوم تم لقاء إطارة الحزب لتجمع الديمقراطي وتم تنصيب اللجنة الولائية للمرأة وإحنا كنساء إن شاء الله رأنا في أتم الاستعداد للانتخابات الرئاسية القديمة ورأنا في أتم الاستعداد باش نكونوا نمثلوا المرأة الجزائرية في الانتخابات ونخدموا إن شاء الله البلاد